نجمنا النهاردة في السادسة يعني مشوار طويل جدا ويمكن حتى أرقام البطولات اللي حققها مع النادي الأهلي تتخطأ أو تتجاوز الرقم ده هنعرف منه طبعا بتأكيد ابن من أبناء النادي فبتبقى الأمور بالنسبة لهم شوية مختلفة اللي تربى من البداية جوه النادي الأهلي طبعا كل ولاد النادي الأهلي نجوم كبار لكن اللي طالع من البدايات من الأهلي بتبقى القصة شوية غير خلينا نرحب بنجمنا النهاردة كابتن أمير عبد الحميد أخ طبوت الأهلي كابتن أمير أهلا وسهلا بك بشكرك طبعا على تلبية الدعوة على وجودك معنا النهاردة في السادسة أنا سعيد جدا أبو حميد أن أنا معاك النهاردة وأنا عارف أن اللقاء اتأخر شوية وانت من ناس المميزة جدا من زمان جدا جدا وكان نفسي أنا أبقى معاك في يوم الأيام والحمد لله جاءت الدعوة النهاردة فشارف لي دي أولا تاني حاجة طبعا بابقى سعيد جدا وأنا موجود في قناة النادي الأهلي وبيتي طبعا وبشكر كل طبعا الإعداد فري الإعداد عمل تقرير كويس جدا علي ممكن أنا ما استهلش كل ده بس بشكرهم جدا بس أنت قلت لي أن عدد البطولات أكتر من كده فيه أه فيه بطولات مستخبية كده يعني مثلا أنا كانت خدت بطولة أنا عندي كان عندي 16 سنة مع النهاردة الأهلي بطولة عربية وممكن الناس ما كلمتش عنها كتير كنت أنا لسه في ناشئين بس لعت مع الفريق الأول كانت بطولتين بطولة نغبة في تونس وبطولة وكان النادي الأهلي بلعب في طولة أفريقي هنا وبعدين يعني أنا فضلت في بطولة النغبة وكملت الحمد واخدت البطولة وفيه 2 سوبر مصري وفيه سوبر إفريكي فكل دم الدار يعني مشوار مشوار طويل يعني وانت بتشوف ملخص ده كده ده مشوار يحلم به أي لعيب كور احساسك ايه لما بترجع فلاشباك وانت بتفتكر المطشاط دي والبطولات دي والألقاب دي أحساسك ايه دلوقتي والله يا بحمد طبعا الاحساس أصلا أنك أنت بتلعب في النادي الأهلي ده كبير جدا أحساسك كبير جدا وقوة جدا لأنك أنت تمثل النادي الأهلي وبطولة يمكن إحنا متعودين وإحنا صغيرين في النادي الأهلي إنك أنت ما بتخدش مركز تاني ده خالص دايما متلب على البطولات ودايما متعود على المكسب وده اللي إحنا يمكن عودنا في يعني وبنعود الولاد اللي هم من الشباب الناشئين لترعيم من النادي وده شوفنا إحنا في البطولة بطولة الكسر ربط الكسر ربط الولاد بلعبوا الأخر ثانية وصغيرين في السن وشباب لأنه شربوا خلاص الحتة دي من النادي الأهلي وشربوا شافوا نجوم كبار وتعودوا فالواحد هو صغير يعني واخد على البطولات واخد على أن كانت تتلعب دايما على البطولات يمكن أنا كمان من مواقف الطريفة ولادي خلي بالك برده يعني في البيت صعاب يطلعوا لي بكاس يطلعوا لي بميداليا سوبر آخر حاجة كان لقيتهم يقولوا لي بابي دي ميداليا غالية جدا كاس العالم أندية تلات العالم لقيتهم عاملين يجيبوا لي ميداليات وكده هم خدهم خلي بالك خدهم الكؤوس والميداليات فدي حاجة كويسة أنا كانت عندما بتخب بطولة يبقى أولادك وبعد كده يبقى أحفادك يكونوا في يوم الأيام باباهم كان يلعب في الناد الأهلي ويمثل الناد الأهلي فدي حاجة كويسة جدا وكانت بتسعيدنا جدا للأولاد بيجولي بالكؤوس وبيجولي بالميداليات لديتهم محوشين حاجات كثيرة جدا من ورايا فدي حاجة كويسة أنك أنت بتبقى جوة نادي كبير زى الناد الأهلي بتاخب بطولة خلي بالك وانت في الناد الأهلي بتلعب لقاء وتبقى بعدي بتعملوا اللقاء كويس بتبقى سعيد جدا لكن أنك أنت بتبقى عنصر أساسي جزء من الفريق عملت مطش كويس كسبت الفريق مع زمايلك بترجع البيت بترتاح لكن يبقى عليك ضغطات لأن انت المطش ده بتقفل بتيجي بعديه مطش تاني أو بطولة تانية فدي حاجة بتبقى كويسة جدا للواحد دايماً بيلعب على المكسب إن كانت تلعب مع الناد الأهلي وتاخب بطولة تبقى حاجة كبيرة جداً ما حسهاش غير جمهور الناد ليه ما حسهاش غير اللعيبة الجهاز الفني تبقى حاجة كبيرة جداً إنك أنت تكون بمثل الناد الأهلي بتاخب بطولة بطولة مهمة جداً أياً كانت والناد الأهلي دامنا أي بطولة عنده نسباله كاس فروكيا سوبر مصري كاس مصر أي بطولة بيلعب عليها على المكسب على طوله عايز الرقم فبالتالي إنه هو دي حاجة بتبقى كويسة إنك أنت يعني الناد الأهلي بتاخب بطولة بتبقى حاجة كبيرة جداً قبل ما أكلمك على حراسة